اشتركوا في القناة استقر النادي الاهلي على قيد رباعي الفريق المستبعد من القائمة الافريقية في قائمته المحلية للموسم المقبل وكان الاهلي قد استبع لكل من باسم علي وسعد الدين سمير ومحمد محمود وكريم ندفد وأحمد حمدي وناصر ماهر ومحمد شريف ومؤمن زكريا من القائمة الافريقية للموسم الجاري وذكرت مصادر ان الاهلي استقر على قيد الرباعي سعد الدين سمير ومحمد محمود وكريم ندفد وأحمد حمدي في قائمة الفريق المحلية لجنة التخطيط بالاهلي تحسم موقف المدرب الجديد كشفت مصادر خاصة بالنادي الاهلي ان لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه اسماعيل تحسم اليوم الموقف النهائي بالنسبة لمدرب فريق كرة القدم الجديد بعد ان تم الاستقرار على خمس مدربين اجانب من 30 سيرة ذاتية وقالت المصادر ان هناك علد من الاسماء تشملها القائمة بينها البرازيلي باولو اوتوري المدير الرياضي الحالي لنادي سانتوس ومدرب ساو باولو وبنفيكا البرتغالي بجانب الكرواتي زوراما ميتش والالماني روجر شميد واضافت المصادر ان هناك اسمين تتحفظ عليهم اللجنة وتفرض عليهم اطارا من السرية الشديدة بل وبدأت المفاوضات معهم كما استقرت اللجنة ايضا على استمرار سيد عبدالحفيص في منصبه كمدير للكرة في التشكيل الجديد للجهاز الفني بعد جلسة بين محمد يوسف ووليد ازارو لجنة التخطيط بالنادي الاهلي تستقر على رحيل اللاعب استقرت لجنة التخطيط والتعقدات بالنادي الاهلي على ضرورة رحيل المغربي ووليد ازارو مهاجم الفريق خلال الفترة الحالية وبدأت اللجنة دراسة العروض المقدمة لبيع اللاعب هذا الصيف جاء ذلك بعدما قدم محمد يوسف تقريرا مفصلا باقواله خلال الجلسة التي عقدها بازارو والتي اكد فيها اللاعب عدم قدرته على الاستمرار في القلع الحمراء كونه لم يعد يشعر بالراحة فضلا عن رغبته في الرحيل وتجربة اخرى ورغم حديث يوسف لللاعب بان القادم سيكون افضل وعليه الرجوع لمستواه قبل التفكير في الرحيل الا ان اللاعب اصر على موقفه وبناء عليه قررت لجنة التخطيط رحيل ازارو وناقشت مع المدير الفني المؤقت امكانية مشاركة السنائي صلاح محسن ومروان محسن بدلا من ازارو لانعاش خط هجوم المارد الاحمر ويسعى الاهلي للتعاقد مع مهاجم جديد من اجل التغلب على هذه الازمة الكبيرة التي تواجه الفريق وتهدد مسيرته بالنسخة الحالية من دور ابطاء الافريق عماد النحاس وحسام غالي ضمن الجهاز الفني الجديد للاهلي اقترب عماد النحاس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بناد المقاولون العرب من العمل في الجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي والذي سيتولى المهمة خلال الايام القليلة المقبلة وذكر مصدر داخل النادي الاهلي ان لجنة التخطيط رئاسة طه اسماعيل توصلت لاتفاق مع عماد النحاس المدير الفني لزياب الجبل من اجل العمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني الجديد للفريق كما استقارت اللجنة على منح حسام غالي منصبا اداريا داخل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة وعلى صعيد اخر يبحث مجلس دارة المقاولون العرب عن بديل للنحاس حيث يتم المفاضلة بين السناء محمد عودة المدير الفني لبيتروجيت وخالد جلال مدرب الزمالك السابق كهربا يحصل على البطاقة الدولية ويتوعد بكشف المسطور قال محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق افيس البرتغالي انه حصل على البطاقة الدولية للمشاركة مع فريقه الجديد استعدادا للموسم المقبل واضاف كهربا في تغريد كتبها على صفحته الرسمية تويتر الحمد لله استلمت بطاقاتي الدولية ان شاء الله سوف اشارك في اول مباراة رسمية يوم الجمعة وكان مصدر مقرب من اللاعب كشف ان نادي افيس البرتغالي والمنضم الى صفوفه المحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا نجح في استخراج بطاقة مؤقتة لللاعب للمشاركة مع فريقه الجديد وكان الاتحاد المصري لكرة القدم رفض ارسال بطاقة اللاعب الدولية للنادي البرتغالي على خلفية احقية نادي الزمالك في اللاعب ليقرر النادي البرتغالي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وقال محمود عبد المنعم كهربا انتظروا مني قريبا كشف تفاصيل الفترة الماضية ونشر اللاعب فيديو له عبر صفحته على يوتيوب مدته سبعة ثواني قائلا فيه الفرعون العاشق جاهز للاحتفال وتشير الانباء الى اقتراب كهربا من الانتقال للنادي الاهلي خلال الفترة المقبلة بعدما قام اللاعب بفسخ عقده مع الزمالك والانتقال لفريق افيس البرتغالي ليكون ترانزيت للعب بالقلع الحمراء ومن داخل ملعب التشي بالجزيرة نستعرض كواليس تدريبات اليوم للفريق الاول لكرة القدم بالاهلي خاض سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريبات خفيفة بالكرة على هامش ميران الفريق الجماعي مساء اليوم على ملعب التش وقاد طارق عبدالعزيز اخصاء التاهيل بالجهاز الفني تدريبات السلاسي وفقا لبرنامجهم التاهيلي والاستشفائي وشهد اليوم انتظام مروان محسن مهاجم الفريق في ميران الفريق الاحمر اليوم وكان مروان قد حصل على اذن بالغياب عن ميران الاهلي في الفترة الماضية بسبب ظروف زواجه لتنتهي الاجازة التي حصل عليها وينتظم في الميران الجماعي كما عقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق جلسة فنية مع محمود وحيد لاعب الفريق في بداية الميران شهدت الجلسة الحديث عن بعض الامور الفنية الخاصة بتنهيز اللاعب للمرحلة المقبلة بينما شهد ميران اليوم تغيب صالح جمعة صانع العاب الفريق عن الميران الجماعي للفريق الاحمر ولم يشارك جمعة في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة اطلاع برة واخيرا على الرغم من الاعلان الرسمي نقل بس مواجهة اطلاع برة من قناة الاهلي لأونسبورت يواجه النادي الاهلي في السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب فريق اطلاع برة في اياب الدور التمهيدي بدور الابطال افريقيا بعدما انتهى لقاء الزهاب بفوز المارد الاحمر برباعية نظيفة وكانت قناة النادي الاهلي قد اعلنت حصولها على حقوق بس مباراة الاياب بين الاهلي واطلاع برة واعلنت عبر عدة تنويهات على شاشتها عن ازاعة المباراة بشكل حصري الا انه تقرر نقل بث المباراة من قناة النادي الاهلي قبل ساعات قليلة من موعد المباراة حيث تقرر نقلها عبر شاشة اونسبورت بشكل حصري كانت هذه مشاهدين متابعين ابرز ما جاء من اخبار داخل القلع الحمراء على مدار اليوم نرجو ان تكون نالت اعجابكم في النهاية لا تنسوا دعمنا بلايك شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة